موسيقى شهدت الثياثة الخارجية الفرنسية في القارة الافريقية والمغرب العربي تحولات عميقة مع تراجع نفوذي التاريخي في مواجهة الثعود قوى جديدة ورفض الدول الافريقية المتذايد للتدخلات الاجنبية ودفعت هذه التغييرات باريث للتشبت بالمغرب كحليف استراتيجي باعتباره من الدول القليلة التي لا تزال تحتفظ بعلاقات قوية ومستقرة مع فرنسا بحسب تقرير نشرته صحيفة أفريكا المتخصصة في الشؤون الافريقية وبحسب المصدر منيت فرنسا بسلسلة من الانتكاثات في الثنوات الأخيرة في منطقة الثاحل حيث اضطرت إلى ثحب قوتها من مالي وبركنافاثو والنيجرة تحت ضغط الأنظمة العسكرية التي وصلت إلى السلطة وجاءت هذه القرارات بعد احتجاجات شعبية تطالب باستعادة السيادة الوطنية ورفض السياسات الأمنية الفرنسية التي وصفت بالفاشلة وبدلا من ذلك يشير التقرير إلى أن المغرب يتم تقديمه كاستثناء في القارة حيث حافظت الرباط على علاقات ودية مع باريث مدفوعة بالمصالح المشاركة من بينها قضية الصحراء المغربية وتؤيد فرنسا الخطة المغربية للحكم الداتي في الصحراء وهو الإجراء الذي تسبب في اضطرابات في الجزائر وأدى إلى تفاقم التوترات الإقليمية وما يدفع فرنسا إلى التشبت بتحالفاتها مع المغرب هو استمرار الأحداث التي لا تصب في صالح مصالح باريث في إفريقيا ويشير التقرير إلى أن تشاد التي كانت آخر معقل للنفوذ الفرنسية في منطقة الثاحلة أعلنت مؤخرا إنهاء اتفاقية الدفاع مع باريث وهي الحقيقة التي يصفها المراقبون بأنها ضرب قاسية لفرنسا التي فقدت ركيزة أساسية لقوتها كما يصلت التقرير الضوء على التطورات المتعلقة بالوجود الفرنسي في السنغال حيث أعلن الرئيس السنغالي إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية مشددا على ضرورة احترام السيدة الوطنية وقد فاجأ ذلك باريث حيث أن السنغال هي إحدى الدول الإفريقية الأقرب تاريخيا إلى فرنسا وفي هذا الثياق من الواضح أن فرنسا تعتمد بشكل متزايد على المغرب للحفاظ على ما تبقى من حضورها الدبلوماثية والاقتصادي في القارة وأشار التقرير إلى أن الشراكة المغربية الفرنسية تقوم على استثمارات مشتركة في مجالات مختلفة مثل الطاقة والاقتصاد بالإضافة إلى التنفيق الأمني لمواجهة التحديات المشاركة لكن التقرير يضيف أن الاعتماد الفرنسي على المغرب لا يخلو من التحديات لأن المغرب يطالب باريث بدعم أكبر في المحافل الدولية خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية وهذا يضع فرنسا في موقف دقيق بين رغبتها في تعذيث علاقتها مع الرباط ورغبتها في الحفاظ على علاقات أخرى في المنطقة خاصة مع الجزائر وتلعب عوامل أخرى أيضا دورا مهما في حرث فرنسا على الحفاظ على تحالفاتها مع المغرب ويشير التقرير إلى صعود قوى مثل الصين وروسيا في إفريقيا وهو ما يعقد الوضع بالنسبة لفرنسا اتطرح هذه الدول شراكات اقتصادية وأمنية بديلة دون شروط سياسية تقليدية مما يجعل وجذابة للدول الإفريقية التي تفعى إلى تنويع شركائها بما يتجاوز النفوذ الفرنسية وفي مواجهة هذه التحديات يبدو أن فرنسا تنظر إلى المغرب كحليف استراتيجي يمكن أن تطق به لإعادة تموضعها في القارة ويؤكد دات التقرير أن النجاح هذا الرهان يعتمد على قدرة باريذ على تحقيق التوازن بين مصالحها في المغرب ومصالحها الأوثع في إفريقيا ترجمة نانسي قنقر